المحددات والمفاصل الرئيسة التي قدمها وزير الخارجية الصيني وانجي خلال حواره مع المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية عبر الربط التلفزيوني بجأن كيفية النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية يعتبرها مسؤولون فلسطينيون فرصة ثمينة يجب على أمريكا عدم تفويتها نحن نعيش في ظروف وتحديات كبرى وبالتالي على الولايات المتحدة أن تدرك هذه التحديات الملموسة والغير ملموسة لأهميتها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وبالتالي أن تقتنم الفرصة للتعاون مع الصين والانسجام مع هذه النظرة وهذه الدعوة الصينية التي نرحب بها ونقدرها عاليا من أجل أن يكون النظام الدولي أكثر إنصافا وعدلا ضرورة فهم التنمية الصينية ورؤيتها على نحو موضوعي وعقلاني وتحديد العلاقات من منظور استراتيجي والعمل مع الصين لإنشاء مسار جديد للتعايش السلمي وممارسة التعددية وعدم التدخل في شؤون الصين الداخلية تعبر عن نظر لنظام دولي متعدد خال من الصراعات الصين واقعي وطموحة في نفس الوقت واقعيتها تتحقق من خلال مبادئ الرئيسية وأهمها أن يكون هناك تعددية الأطراف أو الأقطاب الدولية وبالتالي البعد عن الهيمن والسيطرة وحديث الجانب التي تسعى الولايات المتحدة إلى تطبيقها في النظام الدولي ثانيا الصين تسعى إلى احترام الدول الأخرى من مبدأ المنفع المتبادل والاحترام المتبادل الثقل والمكان الدولي التي تحظى بها الصين في مختلف المجالات تعطيها الحق الكامل كي تضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسؤولياتها نحو الوصول إلى توافق يخدم البشرية جمعاء كما يرى الخبراء الأهمية تكمن في مدى القناعة والإيمان في السياسة الصينية التي يتبنها الحزب الشيوع الصيني سواء في موضوع التنمية والشراكة والتعامل مع المجتمع الخارجي والتبادل الاقتصادي والتجاري والنجاحات التي تحققت على المستوى الداخلي والخارجي وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن أن سياسة البنك الدولي والسياسات الأمريكية التي تريد أن تفرضها على العالم تحت ما يسمى بالتعددية والاتفاقيات التجارية المختلفة لا يجب أن تتجاوز الفهم والنجاحات التي انتصرت بها الصين ويجب أن تؤخذ بعني الاعتبار يؤكد الفلسطينيون أن على الولايات المتحدة أن تتلقف وفورا وسريعا المقترحات الصينية من أجل بناء نظام عالمي متعدد للوصول إلى مجتمع المصير المشترك للبشرية حمد الصانورسي جتئان العربية رمالله